اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا بحكم انه حسوسي حبيبي اول مرة يجي عندنا في القناة انا رح اعطيك المطرقة بحيث تطرح رأيك وتشوف وتسمعنا وتسمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل موتت اس مقنعة؟ لا لا عندي رأي مختلف الحكم هو اللي ينتظر رأيي نعم نعم أنا بس مع رأيي وجوهي وريدك أن تقنعني طيب أول حاجة أشكرك على السؤال الجميل هذا معالي الحكم عفواني يا أستاذي وقبح الله وجه العجو ينافي منك تقول لي أنا بتعرف ليش لي حلو 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 طيب الله يقدرني على هذا ترى هالسؤال ترى من زمان بيني وبينك تتش وكل مرة تقنعني وقلت لا بعدينك أقنعني بعدين ما أقنع الآن الطاولة موجودة السؤال الماضي اللي كنا نتجادل فيه أنا وأنت هم؟ قدي إيش موتة اس أضافت للقصة اي صح انت قلت لي في إضافات كثيرة وجلت لي سابو وطقت الآن أبك تقنعني هل موتت مقنعة؟ آه ويلاه يا وجديه على الصاحب اللي مات من قبل ما ينعم بغاية شبابه شوف يا حبيبي موتة اس مقنعة أنت يعني لما تقول موتته مقنعة معناته أنه طاح طاح كده من فوق شجرة ومات هذه موتة غير مقنعة لكن لما تقول موتة مقنعة من خرم صدره رئتينه وقلبه اختفه طبيعيًا تكون مقنعة يعني ولكن أنا أتوقع أنه السيناريو قصدك صح؟ سيناريو اللي مات فيه أبك تقنعني هل هي موتة هل تقنعنا أنه مات بهالحركة يعني كان يقدر يهرب بس هو مهرب يهرب وين؟ هو ضحب نفسه حملو فيه أقنعني أحاكم وريد أتقنعي هالموتة المقنعة شخص أول حاجة أول حاجة هو ابن روجر وإضافة البقعة الكبيرة اللي صارت في المارينفورد صارت بسبب أنه أول شيء واحد من اتباع اللحية البيضة وكمان ابنه لروجر ابنه لروجر فبغض النظر عنه هو اللي أقام هو اللي كان سبب شعلة حرب المارينفورد السيناريو اللي نحط فيه موتة إيس كان بالنسبة لي مو مقنع بل أكثر من مقنع وأكثر من مرضي الحرب قامت شخصيات كثيرة تقدمت في المارينفورد من ضمنها اللحية البيضة وتقدم زمن ولكن تقدم كقوة كهاكي كخطاب كسواليف كل الأشياء وفي النهاية يعني بعد البقعة دي كلها كان لابد إننا نعرف إنه لوفي الآن في مفترق طرب لوفي وقتها كان قبلها وين كان؟ كان في الرخبيل شابوندي ورخبيل شابوندي ما عين خير ما شاف خير لما وصل مرحلة الرخبيل شابوندي هناك وصل لمرحلة إنه أنا مش مستعد للعصر الجديد العصر الجديد أعطاني كف وداني أمازون ليلي فكان لابد من إنه أودا يضع سبب آخر يخلي لوفي يبغى يصير أقوى وش فيه أفضل من إنك تخليه يفقد أخوه مضحيا بحياته لأجله علشان تقول أنا الأواني إني أصير أقوى واللي راح أخسر ناس تانين لو إني أقوى كان حميت إيس لو إني أقوى كان أنقذت إيس لو 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 ويقعدي لو لو فخلاص هو الآن في مرحلة إنه أنا الأواني إني أصير أقوى علشان المرة الجاي ما فقد أحد أعزيزه غالي عليها مثل ما فقدت إيس والعلم سلامتكم ني يا حوي عارفين إنك ني 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 لا خل أنت ما ترد أنت في الناية توزع أنت تحكم ني 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 أولا تزف أبو اللي خلفوا سيناريوات أودا اللي جت بعدين ما تهمني يا حكم سايلنت يا حكم سايلنت سايلنت أعطيته سايلنت أنا لا 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 سايلنت يا جبان يا جبان يا جبان يا بتعليقات كنت ناوي التصطز على اللحية البيضة كمان ما عليك شغل الله خلاص حطيتني سايلنت يا جبان يا جبان يا جبان إذا عالك يا حكم ما يأخذ الثلاث نقاط هو أنا يعني هو مقنع بس ما سمعت الرأي الثاني يجحاف لي أنك تعطيه ثلاث نقاط صراحة حكم لا تكون مخفف أنا مخفف يقول لك مخفف شوف شوف بالله حكم فكر فيها سوسة هو سوسة الآن قاعد يحاول يولع حبيبي ما قلت رأي الحق حق أني ما قلت رأيي الحق يا خلاص تسكت جاك سايلنت كن منصفا يا سيدي القاضي بعز يا بعز حبيبي حاضرين يا حكم حاضرين شوف يا صاحبي ما داء منه خلاص أعطيته سايلنت فالآن أنا أقدر أتكلم والحكم الملكي 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 يقدر يتكلم الحكم ما يسوله أكثر من دقيقة أي ما عليك عني دقيقة شوف أنت شبه أقنعتني وما أقنعتني أقنعتني أنك أنا اس هو السبب بتقوية لوفي ولكن هو يوم تواجه في الجزيرة كان من جن ما تغير رأيي إلا لو يوم تذكر أخويا ذكر أخويا قال أي والله لازم أتغير وصير قوي لا ما تذكر أخوه اسمح لي يا حكم أنا ما قدر أقاطعك ممنوع ممنوع تكلمت كثير وقرقرت كثير بس كان عندي رد على موضوعك بس أوكي ما محتاج ترد علي قلت لي رايك وعطيتك وقتك وحياتك نعم بقي لك ثلاثين زاني طبعا أنا أنا ما احتاج أشخاص أتكلم شوف بعطيك واحد ونص واحد ونص واحد ونص بعطك واحد ونص لا 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 يا وراءتك أنت أقنعتني بميوت حرفيا واحد أو اثنين وثلاثة يا سيدنا يا واحد اثنين ثلاثة عطى واحد يا حسام اسكت يا نائف واحد اثنين ثلاثة لا أجل واحد لا يا حكم يعني ظلمتني خل واحد ونص يا أخي اضيف واحد ونص لا لا ظلمت يا حاكم ما ظلمت حسام حسام عطني نقطتين تدري ليش؟ لا انت ما نقطك شيء لا بس تدري ليش تدري ليش حبيبي اللي يلقم سايلن حكمة السكوت حكمة عطني سايلن احب اقول لك اذكلكم يعني في حالنا في عالم لا لا والله اللي يلقم سايلن اني اعطتك نقطة اللي يلقم سايلن ترى ما برضو يطلع بره التقييمين حتى لو كان حتى لو هرج يمكن سكوته افضل يعني هذه غير التقييم وانا خلاص لا خلاص راعت عليك زاعة في شيء كنت بضيفة ثنتين بس شاء الله خاص كنت بتعطيني اثنين؟ ايه والله هو قال خلاص تمسك بكل والله ولا لان اقنعني صراحة والله كلامه مقنع الصراحة ما تكلم منه عن ايس ومحبة الايس تكلم منه عن البطل فكلامه مقنع كان المطرق عندك أستاذ ابو العز طيب بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا الراي زين وانا صراحة بكون عادل وانا طبعا الجولة الماضية مسحت من راسي ما في اي شيء خلصينا في الموضوع تمام؟ اكل جد ملجح ما احكذب في رمضان يا عيال ما احكذب في رمضان هذا اللي يسبقي يقول لك السؤال لا بحث عن رأيكم في لي انا صراحة اثار جدل سابقا جدل كبير مرة خف الجدل لكن انا بارجع ثيرة هل تشوف ان الناس ظلموا نهاية العمل؟ ناي مين اول الله بتفقين مين اول اوكي يعني ما اضموهم مين اول قال يا حسام انا بقول الاول هالمرة حسام لان المرة ماضية كان ابو جد بس مع بعض نانو يا ناي ناي يقنعك ويقنعني طبعا يعني نقنع بعض ايه بس هول فكرة مين يبدأ هول فكرة مين يبدأ اول انت لا تقنعني خلهو يبدأ ابو جود لا لا انا حكم يا حبيبي يبدأ انام انام والسؤال الرأيي ان هل ظلم العمل؟ ايه هل تشوف ان الناس ظلموا نهاية وليس العمل نهاية العمالقة انا ما اتكلم عن العمل كامل اه شوف نهاية العمل عليها جدال كثير من اراء كثيرة وكل واحد يهبد من عنده صار يقول لك انا الكاتب نسوا الكاتب صار يقولوا انا الكاتب وبدوا يجيبوا المواضيع عن جوجل عن الدودة وما دودة بالنسبة لي النهاية اه ما هي مظلومة بصراحة اه اقنعتني الصراحة نهاية العمل لا 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 المقصد انها سيئة ترى ايه نهاية سيئة ايه بالنسبة لي وما هي ما ظلموا هابدا صادقين في كلامهم اننا من جد نهاية معفنة نهاية ما فيها اسرار ما فك لي الاسرار اللي انا بيها انها ليها بطريقة انها وردية انهاها نهاية طيبة انا كنت اتمنى انهاية دموية ناس ما انت قلبتها دموية انهيها دموية لا تنهي ليها بطريقة جميلة ولطيفة وانا راح انقذكم من العمالقة ده ليش مو من اول سويتها ليش هالان سويتها ليه خليت الناس تموت قبل ليه قتلتي ثمانين بالمية من العالم كله عشان اصدقائك وامك وادتك عنده حمية مهتم في مكاسو مهتم في اصدقائه وزين الوالدة الله يسعدها خليتها تموت اتهت؟ سحبت عليها ابوك سحبت عليها سحبت على كل شيء حلمك انك تقضي على العمالقة انت قضيت على البشرية مو بесп الى العمالقة بداية العمل ايش كاي نقول سوف اقضي على كل العمالقة حلو حلم جميل إ Marshile نهيت البشرية كلها عشان ايش ؟ والله انا عاجبني لوالله دمان في كل مكان ومبسوط اثنю حياتي فانا اشوفها نهاية معفنة حلو وما هي مظلومة ابدا وزبالة أنا أوقع طيب أستاذ أبو جوت أنا ما رح أحكم ولا أي عراء نعم إنما نسمع أبو جوت نعم نعم الله يسلمك شكراً يا سيد الحكم على تحت الفرصة ووفكورس نو شخصنا نو شخصنا ما في شخصنا بين لا 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 جداً جداً منصف جداً منصف اثنيكم ني يعني وشبه لا شوف أنا بقول ني أنا بقول ني باعتبار إنه النهاية يعني ظهر ظهر فيها أكثر من أكثر من رأي وأكثر من رأي واضح إما عدم إعجاب تام في ناس صخط وصخط تام عن النهاية يعني مثل سيدي الثور حسام عفوا البطل مشاكلكم شخصية أنا ما لعلقة فيها سموحك وفي ناس طبلوا للنهاية بشكل مبالغ فيه جداً وفي ناس يعني لا بالنسبة زي أنا بالنسبة لي مو ما عجبتني ولا عظيمة النهاية مرضية بالنسبة لي أنا كانت نهاية مرضية ولكن أنت ما تتفق مع الراية لا لا أنا متفق أنه الناس ظلموها من ناحية أنه فينا لا لا غلط أنت فاهم غلط لا انت طرحت السؤال غلا بعيد لك الرأي لا 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 ما في قلت خلني عيدها هل تشوف ان الناس ظلموا نهاية العمالقة المقصد اللي شتموا نهاية العمالقة هل ظلموها اذا قلت ناي يعني انهم شتموها صحيح ما ظلموها طيب تمام تمام لا لا عندي عندي جاب بالنسبة للناس اللي شتموا النهاية انا لست منهم انا في النص انا من الناس اللي مرضية ما هي عظيمة ما هي سيئة مرضية بس بالنسبة للناس اللي ظلموا هم موجودين يعني ظلمهم للقصة هو استيعاب يعني هو انعكاس الاستيعابهم الفهمهم للفكرة العامة للانيمي فكرة الانيمي يا ابو يا شخص يبغي يصير طاغي يا زبد كذا زبد هو يبي يصير طاغي هالي الفكرة ما تتفق محو يعني في الخير هذا اللي بيوصل له والله حكم يعني الله يفهم يا نايف والله سوال واضح يا ابني هذا انا جاوبت انا جاوبت مقر انت تقول انا اللي فهمت في البداية انه هل نهاية هل الناس يعني هل نهاية انيمي هجوم العمال لقى مظلومة اي لا فانا قلت فانا قلت لي مش مظلومة لان اخذت حقها لا لا ما قلت هل هي مظلومة هل الناس ضرموها اذا قلت لا اذا قلت لا اذا قلت لا معناتها ما اظلموها معناتها ما اهم حق لا 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 امشي على الرأي هنا عشان تاخذ نقاط ولا والله ما تشد الرياض طيب اصبر اصبر شوف الناس ظلموا نهاية هجوم العمال قيبال ما ظلموهم انت فكر فيها بالمنطق شخصية تبدأ في الحلقة الاولى تقول انا سوف انتقم لامي وسوف ادمر الاسوار من باب انه يعني حرية بدل ما تكون كجدار وسجن وراح ادمر العمالقة وراح اسوي وراح افعل وفي الاخير يطلع هو الشخص اللي قتل امه اصلا هو اللي وجه العملاق وقال له وروح اقتل امه وقتل امه علشان يزرع في نفسه بذرة الانتقام والرغبة في القتل اذا عندك القدرة انك تغير القدر زي كده تغير مسار الاحداث زي كده ليش ما خليت العملاق يدور وما يجي اصلا وتبدأ سيناريو اكثر اقل عنفنين ها بد بس يا اخوان قاعد احاول اشتري قاعد احاول اشتري تف يا حاكم ترى مو مقصنع حتى في رأي لا انا لنا عاد رأي حسان لم يأتي بجديد يعني شوف 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 سيفة الام لا خذيت وقتك معلش خذني اتكلم والله انك لحفت صراحة اي لان حسان هو اللي اجاب النقطة هذه طبعا نقطة قوية انا ما اقدر اقول فيها شي على فكرة انا عكس رأيهم بس انا بامشي ان هذا رأيهم واحترمة نعم نعم خلاص انا عكس رأيهم مو معنات اني عكس رأيهم اني بأعطيهم صفر ابدا ما رح اصليها خلاص بس ابي بن حسام عشان اعطيه نقاط بيرفكت ابا اعطيك نقاط بيرفكت بس ابي كتجاوب على شي بسيط فضل وش ممكن يصير يعني وش تبي تصير النهاية اتمنى النهاية حرفيا انك تدمر كل شي مية بنمية تدمر اللي خطة اللي انت كتماش عليها تدمرها لسما انت عطيت واجهة للي عندك اذولا اخويا قال لا تدخلون فينا ولا بتلقمون كنت اتمنى جانس حب منهم العمالقة وانت هنا يعني اجلت ما في عطفية وردية ما بيصير في اكشن ضحى بهالة كلامه صحيح لا انا اتكلم بشكل منطقي خلي السيناريو لا اشوف تبا شكل منطقي في الف سيناريو سيناريو خلاص خليت واتك خليتك اسقط اعلمكم قوانين اللي انا اشوف الاستاذ حسام حتى يعني السيناريو اللي جابه ممتاز بمنك سيكون متخلف عقليا اكمل سيكون متخلف عقليا اعطي احسام ثلاث مقاط اوه يا حق النايف اوه بالله الحق 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 ثلاث مقاط الحق ينقاط استاهل استاهل شف انا ضد راية مع ذلك بعطي ثلاثة كاملة احكم يعني انت انت مسرف انتهاء حكم احترام الاراء بس انت مسرف هذا يسراف هذا يسراف راعي المطرقة هو اللي عنده الحكم انا لله وإن لي راجع عندك المطرقة الاعج الله الرأي يقول الرأي يقول اخذته من احد الشباب ما بقول اسمه لانه بينطلس الرأي يقول الرأي يقول اعجائي المتسابقين وما في شخصنا يا نايف مرة طبع، شكرا، شكرا، ما في أي شخص أهم شيء، هالموضوع أحسن ثلاثة في القارة، إلا أنا في القارة شفيك سعلان لي ثلاثة صدامني، صدامني رأي يقول بليتش عمل منفوخ ولم يبرز إلا في الموسم الأخير ناي، ناي توناي، جيد طال عمرك عمل، عمل بليتش ناي أنا عرف الآن لأن الناس كثيرة دخلت عالم الإنمي حلو، حلو وكثير ناس، كثير ناس استمتعوا بالعمل الآن عشان الجديد حلو الأركات الجديدة، ليه؟ من ناحية الإنتاج يذكرهم بديمس لير وصاير وكثير ناس يدورون أي عمل في إنتاج نفس ديمس لير والإنتاج الضخم، والله، والإنتاج الضخم، والله في الموسم الأخير كان إنتاج قوي جدا، مع أن كثير ناس يسبون البداية، يسبون بداية عمل بليتش لازم الناس كلكم تدرون أن بداية عمل بليتش جاء مع أساطير كبيرة، منها دراقون بول، هنترك سنتر، فبداية كانت نوع مبطيئة، يعني قاعد يبني القصة للحين وكان في فترة من فترة اللي قليلة لتابع العمل، قليلة لتابع العمل، ففي كانت عمالقة مع أون بيس على هنتر دراقون بول، فما كان في شهرة قوية نفس الشهرة اللي الآن عشان الإنتاج الناس كثير أحبوا الإنتاج، أكثر من القصة، كثير ناس عرفهم دخلوا العمل بالإنتاج فقط، مو مهتمين بالقصة، مو مهتمين إيش سرفت إتشغ، وليش إتشغ انجلد من زراكي، وليه، 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 مو مهتمين في الموضوع تابعوا الموسم الأخير من دون ما يتابعوا الموسم الأولى؟ في ناس كذا، على طول دخلوا بالأكشن، على طول دخلوا بالتطورات الجديدة، ليه؟ يقول لك البداية يا أخي باردة ومملة، وفي فلارات كثيرة، بس العمال كنا فيها فلارات، ما وقفت على بليتش، وتقدر تسحب عني يا أستاذي، أنت ما جاوبت على السور، هل بليتش أنيمي منفوخ، وما برز إلا في الموسم الأخير؟ قلتني لا، قلت لك لا اي؟ شو، عشرني، سكتني بطيئة معلومات يقول قم تنجح للإنتاج، أنت بالعكس قاعد تقول إنه منفوخ كذا لا، مو منفوخ، ها؟ العمل ما هو منفوخ لأنه له اسمه، من أعمال قوية، له اسمه أسطوري جداً، معروف من زمان، من قبل إنميات كثيرة، من الأنميات المؤسسة، هاي؟ نعم، وفق ذا توقف عشر سنوات، وكان إلى الآن سيطة موجود، سلام وهو متوقف، ويوم رجع ضرب لأنه سيطة قوي، فما هو منفوخ بدأ، هذا عمل محطوط مع الأساطين، نفس ناروت ودراجون بول وهنتر ووان بيس صحيح له، جالس تدور حوالي نفسك، فيكفيك هرجاً يا، وان، نايف نعم، كان خليت يسرد القصة من بداية النهاية، ولا يخلي لي شيء بعد طيب، اختصاراً للنقاش، بروح لزبدة، أنا عارف، ما يحتاج، أنا عارف، بروح لزبدة مباشرة، العمل ما كان مظلوم، لكن كان فيه فئة معينة، طيب، في ذاك الوقت، كان فيها فئة معينة، هنا هم اللي فهموا العمل، وكانوا فانز متمسكين بالعمل بقوة، زي جوجو ترى، لما تلاحظ جوجو، جوجو له فئة معينة، وخذ لك التطبيل للعمل، أنا ما أقول لك، حتلقى تطبيل، لكن العمل نفسه لو تدخل فيه، انت خارج المنظومة، حتشوفها منفوخ، انت داخل المنظومة حتطبل زيهم بالضبط، زي ما طبلوا، حتطبل معهم، بس إذا انت خارج المنظومة حتشوف الموضوع مبهم بالنسبة لك، شفت أول ثلاثين، حلقة ما عجبتك، ما دلاش ايش نفخ هذا وما أعجبك، لأنك ما دخلت في العمل، لكن العمل جميل، شعوبات أسطورية، وفيه شخصيات أيقونية يا رجل، واحد من أعظم الأعمال من ناحية الشخصيات، نعم الهيبة، 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 في ذا الأنيمي عظيمة أيوه، عظيمة، وإذا بنتكلم عن، يعني ذا الموسم الأول ما أعجبكم مشكلة يا أخي، لما أنت بس بتنطر بتحطه الأستاذ حقته، آه، كان مسوه بشكل خرافي جميل جدا، وإذا على التحريك وما التحريك والاقترافي، نايف، زينو مور، زينو مور, زينو مور يا نايف، زينو مور خذ ثلاثة نقاط يا شيخ ونطب أحسان، اي شف؟ عاموسم ثاني يصحب عموسم ثاني تكلم حتى عموسم الآخي هو اللي قاتش زينو مور يا نايف، زينو مور القادمة، وإنكيو زينو مور يا نايف بكل فقر أنه أعتزاز حبيبي حبيبي يا أبويا يا أبويا شو؟ بليتش مش منطوب كتب قرقر والله بليتش مشكلة انه يحتاج فيهم بس من الجمهور نعم يحتاج تفهم تفهم الأنيمي هتطبع الرجال هم هم يرح صار يقارنون مع جوتسو أنا أنا وأنا متابع الموسم الموسم كلها القديمة وقبل سنة يمكن متابعها لما دخلت على الموسم الجديد أحب أقول لكم كنت متنح العمل يحتاج تركيز في أشياء لازم تفهمها كويس في أشياء لازم عساس تقدر تفهم عظمة البناء اللي صار في النهاية والعلم سلامتكم يا أخوان ثلاث نقاط لك يا نايف حبيبا شكرا ولا نفس ها 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 اشتبه المطرق عندي ايه تبه المطرق ايه تبه المطرق عندي تهددني ما في يعطيك عاقبك لاتس جوو يا حزاب السؤال والرأي يقول يا أستاذي انتويا ايوه يقول لك وهذا السؤال أو هذا الرأي جاء عليه جدال كبير 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 جدا في عالم الإنم يقول لك هل القير الفايف أفضل تحول في عالم الإنم ياي اوه القير الخامس أفضل تحول في عالم الإنم كيف السؤال في شوي ها رأي شوي يبيلة ايوه اوه نايف فماذا ما قال نايف انا ما علي من وجهه لان وجهك شكل تيشيرته فعرف شرايه انت قلت نايف قلت نايف لا قلت نايف قلت نايف 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 كاب، المفيد! وجيه خليتك تصرف كل خواصك ما علي، ما علي، انت قاعد توجع قلبي بإجاباتك طيب, أنا بقول فليب للوجيه لا يقدر نايف أوه يا رومنتاكا انت حتقول كلامي القانون القادم مستقبلاً اللي ياخذ فليب ما يفله بغيره حلو أنا أعلمك البقات حقاً فمداما كذا النظام الآن كل واحد لازم يبدع ويكون حذر تفيد من اختغات الموجودة باقي في المسافقة أنا أول صح؟ إيه أنت أكون حذر لا أنا اللي قلت أول يا حسامي هو قال لي أنا أول فأنت تبيت بس أنا حكم اشتخل لا هو أول واحد يقول رأيه يقول ياي أو ناي هو اللي يبدأ مو الحكم يعني لها الحق طولي قبل شوي قلت لي أنت وتختار بس أنت الأولي أنا وإنت قل ناي مع بعض فأنايف قال بعطيك أنت يا حسام ولا لا يا ناي فأصمعني تفضل الأستاذي وجوهي وعطني ليش ما هو أفضل ليش تحولك على بالعقل بالعقل والمنطق يا أخوان بطل القص بطل القص الجوي بوي التحول العظيم والمنتظر آخر شيء آخر شيء يتوقع الإنسان في هذه المجرة أنه يشوف يعني كل أنا متعودين نشوف الأبطال الخارقين أو الأبطال القصص في لحظاتهم الغضب أو في أفضل أفضل تطور إيش اللي يصير يعطيك النظرات الجادة والنيران تطلع من كل مكان والشعر ينتفش وحيانا نجنحة وحيانا برق وحيانا الرعود وفجأة وفجأة يجيك الجوي بوي يقول لك أنا مطاطي أنا طين 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 لو سمحت أنا ما قتلك أجلت ويرفيك أنا قتلك هل هو أفضل تحول ولا لا كيف تقول عن هذا التحول لكله أصوات توم وجيري وطنين ويمسك لي كايد وينقص فيه في الحبل كيف تقول عن هذا التحول الجريء جدا إنه أعظم تحول غير صحيح يا بوي الكلام هذا ما فيه أعظم تحول ولا شيء والله يسامحك أنا والله يسامحك أنا والله شوف والله يعني فضل لايف بعدين ما تكلم لا يمكن يقنعك لا يمكن على العموم هو قال كلمة حاقضبها عليه يا حا حكم قال كلمة واحدة خليها تقضب عليه قال إحنا متعودين مولي خلي القير الخامس قير أسطوري تحول أسطوري إننا موم متعودين الله عليك يا نصر ديه أكشي إنه عكس كل التوقفات يعني نوم ترأوده مو عجز إنه يجيب لك القير الخامس فخم ونيران وعصبي لوفي مو عجز مو صعب عليه ممكن يجيب شيء ما قد صار أسطوري جميل بس جاب أكثر شيء ناسب للوفي المريح الكوميدي اللي من البداية وإننا نشوف لوفي قوة متجسدة على لوفي مناسبة لها جدا طبعا وعطى لوفي الحرية لأنه هو فتى الحرية من بداية هو يتكلم عن عرية فقوة تهي الحرية وليس المطاط أستاذ أبجود قاعدة صحيح لك معلوماتك فضل والله إنك ماشي صح ماشي صح فنعم فأنا هذا أشوف عشان كده أشوفه إنه الأفضل حتى اقتباس اللون لهمة عاني ما في شيء عشوائي في القصة وفعلا لما تبحث هتلقى إن الشمس أصلا لونها أبيض طيب نعم على حسب بعدها وتردد الضوء يصير زرقة ويصير حمرة فلون الشمس مو لون واحد خلاص فهي لونها بيض يعني قصدك ممكن نشوف لوفي بعدين أحمر ممكن تشوف لوفي أحمر أصفر أزرق على حسب التردد سلام فنعم هذا هي والله آراء قوية جدا آراء غريبة وعجيبة آراء الواحد ما يدري يقول أعطي هذا ولا أعطي هذا ركزوا ركزوا أن حتى أنت يا وجيه ترى لأن أنت كلام أنت تمثل فئة من الناس ولا يمثل فئة من الناس في ناس ما عجبها الموضوع في ناس عجبها الموضوع صحيح ولكن المتابع الحقيقي لون بيس يعرف لوفي أن إنسان مرح منذ بداية العمل نتعلم يا بوجود الله مستعى فأنا رح أعطي أثنين لنا يا أبو عز ونقطة لك يا وجيه الله يكثر خيرك يا حكم وفرها في جيبك أسحبها ما يمدك تسحب خلاص خلاص توزعت النقاط يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي نقطة نقطة من اليوم نقطة نقطة يا أخي شو سويك ما دعف تقنع أنا ركبني لماذا تستخدم خاصياتك؟ هذه خاصية أنت أضفتها جديدة واستعملها ضدك يا أخي حلقة الجاية يا أخوان الفليب إذا استخدم ما يستخدم في نفس الراوند الله أكبر على بليسك هذا تعرفون الهكر الزماني يدخلون عن المتداية تدورون ثغرات كذا في المواقع عشان تم التهكير رقيت الباق لا طابق الباق طابق نايف عطاك ياه وقف كذا قلت فليب المطرقة عندك يا أستاذ نايف طيب يلي خمسة نقاط الصلاة عن النبي عمل ثاني حنتكلم عنه من ناحية النفخ السؤال يقول هل وخليك صريح وواضح مع نفسك هل منفوخ ما تابعة لا أنا تابعة لا هو أقدر أقدر طيب مانوه حلو يعني أوكي 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 أكمل بس شوف اللي أقصده هنا ما أقصدنا بايخ ولا حلو أوكي أنا أقول منفوخ أوفر ريتد لدرجة أن الناس ما يشوفون ويب تون أو ما وغيرها يعني يشوفون هو الأفضل في كل المجالات ناي ناي أوكي تتفقون أنتم فاسجتي لا والله جد يا أخي صعب أقول ياي طيب عاد صد نقول للحين ما أعرف كم واحد عنده في لب نخليها كل واحد عنده في لب واحد ولا اثنين واحد 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 كافي صح؟ واحد كافي يعني طيب روح لو وجود روح لو وجود خاف عادي عادي ترى أكثر بيعك أكثر بيعك لا 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 ما يستاهل على هذا السؤال ما يستاهل طيب العمل أنت تقول هل العمل منفوخ؟ هو مش منفوخ بقدر ما إنه يدر يقدم للمتابع الشيء اللي يحتاجه تقريبا معظم الأشياء الموجودة في قصة سولو ليفلينك موجودة في البطل وموجودة في متطلبات الجمهور نفسه الجمهور عادة يحب يشوف ايش أكشن الناس كلها تحب تشوف الأكشن وإلى يوم كذا في ناس إذا وردته فيلم غير أكشن يقفله مسلسل غير أكشن يقفله ما يبغى أكشن يبغى مضاربات خبز وخبيثة الأكشن موجود في القصة وبشكل مرهيب الهيمنة موجودة في القصة الناس تحب تشوف شخصية مهيمنة كده عندها القدرة أو تتسلط عن رايح الجهة أنا ما بتفلت كثير يعني في السواليف بحكم إننا ممكن نتكلم عن المانغة عن الأنمي الحين وإلى أخذ راحتي يا حكب لا 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 أتحمي نحرك عنها خذك عام خذك عام خذك عام نتكلم يعني إلى ما وصلوا له لأني ما يتوقع حوالينا حوالينا الفكرة اللي في بالي الهيمنة موجودة شخصية كده وشخصية جالسة تتطور وتلبل كل مولها تصير أقوى وبشكل عام المتابع عادة يحب يشوف شخصيته وبطل القصة يحب يشوفه كده قاعد يصعد سلم وفي سولو ليفلينك كل الأشياء ذي موجودة البطل قاعد يصعد سلم طيب مو هذا مكرر اللي داخل عالم الويبتون حيدري إن هذا الباترين اللي ماشي فيه سولو ليفلينك مو كرر ولضى النظر عن مكرر أو غيره أنا أجي أقول لك لو جبت أنيمي ثاني وقدري يقدم نفس المعطيات هذه ولكن بأسلوب وقصة مختلفة رح يأخذ نفس الصيت الناس بشكل عام تحب الناس إيش إيش يعطيني موجود أنا أعطيك ترى اللي ما يعرفون أنا أعطيك ويبتونات أخليك دوخ ما تحضرني الحين أنا عندي دلستة بس ما تحضرني الضرب أنا أتكلم الحين عن الشي الموجود والدارج عصر جديد اللي هو عصر أنا حالي إنتاج جديد إنتاج يفترض إنه على قدر عالي جداً من الروح أنا باقي ما تبعت الأنيمي شفت له التريلر أنا قاعد أجمع حلقات وما ودي أحرق بالغلط من المان هو بس يمكن أنت عارف قصدي لما أقول لك إنه البطل قاعد يلفل كل مال يصير آخر أتوقع أعلن إنه بصير الأنيمي بنفس القوة فكل الأشياء الثلاثة الموجودة اللي تخلي القصة تشتهر وعند معظم الجمهور موجودة بطل قوي وقاعد يصير أقوى الهيمنة والهيبة في هذا الأنيمي موجودة وبشكل مرة رهيب وتحترم الأكشن والقتالات مرة ممتازة هذا بس ما قلو شي إلا أحد يفهمني إنه ضد وجود أنا أحب لما أصير حكي مناقش خلاص يعني بناقش حسان بعد عادي تفضل حسان يلا حسان شوف والله ما شاء الله أخذ كل الأرائي اللي بقولها والأرائي الأفضل حيأخذ النقاط من أحد معني أنا راح أتكلم إنه ما كان حد متوقع إنه راح يصير الإنمي هذا أول شيء ثاني شيء العمل ليه قالوا عنه منفوق لأنه فجأة بدأ بقوة وشوفوا إنه البطل على طول تدخل كده بطعم عبك دخل داخل بقوة كده ما بدأ بهداوة لا بدأ على طول من أول ست حلقات وصل لفل عالي الشيء اللي سوى سولو ليفلينغ ما سوتها الأنميات الثانية إنه عطاك فكرة إذا أنت غيمر راح تفهم فكرة سولو ليفلينغ نظام التلفيل نظام الانفتيري نظام الدنجنز كان قاعد تلعب Genshin Impact كان قاعد تلعب بالوورد مثلاً داخلي يتلفلون حبه 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 فإذا أنت غيمر وتابع ده المسلسل راح تستمتع جداً ولكن غيرك أول ما يشوفها هيشوفها منفوق ولكن أنا ما يشوفها منفوق لأنه متعني كناحية أني أنا غيمر العمل جمع لك شيء يحبون كل الجيل الجديد من الألعاب ومن الإنمي ومن الأكشن ومن المتعة البصرية لأن الناس صارت ما تحب الإنميات القديمة ما يحب الإنميات القديمة إلا يمكن اللي يعمرهم الآن صاروا ثلاثين خمس وعشرين وفوق صارت صار نحبون هالنوعية أي شيء جديد يشوفونا كذا خلاص وقفوا يطال عمرك لا فيه فئة تقول عنه منفوق لأنه شافوا تطبيل عليه ولكن اللي يتابعوا المنوى على ما أظن يشوفونا ما هو منفوق والك اللي يدري وكل أنا شايفين المنوى أنا أشوف ما هو منفوق أبداً عمل ممتع جداً يكفي أن يرفع لندرلين عندك ويحمسك أنك تتابع الحلقة ورائنا لندرلين لندرلين يرفع كده يطيق طاقة كده نفسك لندرلين 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 الله ليك ينصم دينك شيخ أكو عندي حسام أكو عندي زمان تقول من أول لش تخلينا يقرقر لا وش تقول رائك ما تقدر أسكتك يش تبغى أيش سكتك يعني تقول يسكت خلاص وعطي ثلاثة لا هو شوفه بالفعل ترى يا نايف محترم رائك نايف أنت بإمكانك تقدر تقول أوكي وصلت وصلت الفكرة يا حسام لعدتكمل بس ما طول ترى عشان أبس قطاع شوي عندنا ما طول هو يا 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 الرأي عندي يا أخوان وصدقوني أنا لما أدخل انقطاع الإفكار هذا الاختبار نك أنا لما أدخل الدسكورد ما أبحث إلا على الآراء المثيرة للجدل وأكثر رأي مثير للجدل خلينا نشوف سواليفكم فيه الرأي يقول سانجي قادر على هزيمة زورو ناي 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 لحنا لك بعد بنكاي فلب على نايف موسكين لقم اثنين اثنين هم سفر عادي وانا نا انت ناي؟ أنا ناي ناي سؤال هو يقول لك لا صح؟ هل سانجي يقدر يجلى تزوره؟ أنا أقول لا وكي تفضل يا نايف اقنعنا بالي أنا 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 إشلون إشلون سانجي قادر على هزيمة زور أنا أقول لك إشلون سانجي قادر على هزيمة فخر أودا الشخصية اليابانية في الطاقم هاااااا.. هم زال! هاااااا. زال زال! هو دائما يسفل فيه الآن صعبي! صعب صعب! ياثن حققه كلها تسفيله! هااااا! انتقمت لك? انتقمت لك! عققه كلها تقضين فيه الشخصية هذه! بقيقة! لا عليش! لا عليش لو سمع! لا بس! نعط نوتة أن هذا مجبر عليها نايس! لا! أنت مجبر عليه حبيبي! انت عن ضعك! تعبر على رأيه داخليه! مستخبي داخليه! حسنًا حسنًا الحكم الحكيم الحكم الشريف حسنًا حسنًا أنا سيزمان لا تتوقع حسنًا 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 قطعك لا تتوقع في المنغا لا 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 إنه راح حسنًا 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 تعلم حسنًا انتح جداً حسنًا 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 يتحامل على نفسه لكن سانجي ما يحتاج يتحامل على نفسه اوه من قوة كذب طفل من قوة الكذب والله حاولت ادور لشي ما عنده لسوحة اوش اتكلم عن فراري انا رجع رجع الزوم المهم انه سريع كذا امره وغزي كرستيانو عرفت الوضع بس هلا رجع رجع لا لا 300 مدريد و كريستيانو مدريد و قديم نعم يوم كم على الملكي ووانا بسرعة yükائه مشوف الناس군 والوقوف يستطيع امسان كنت تسماع فديك كفار يقروت للدوم ثانى مرة واضح انك راضي عن الرأيже ابدن نايف أبداً أبداً لأي درجة أنه عنده حكمة مع مين؟ يوم أسوب كان يبا يدخل الطاقم ووقفه أنه يبيه لك أنه عنده حكمة ساندي ما عنده الحكمة حياته كلها عادي يبيعك يبيع أهل أهل أبو لوفي كان لا 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 تزحف لا تزحف لا تزحف كثيرين وباعه وراح أنقذ سحب عليهم لا تدخل مبعين في بعض الله يرحم أمك تكفى تمام تمام استاذ زور أنت تكلم عن زوره لديه ثلاث سيوف مملوئة بالهاكي وفوق ذا شفنا زوره بعد السنتين كيف قطع كومة من أول مرة وهو آلي فنفس الأشياء اللي عنده مين؟ اللي عنده سانجي شبك أنه قدرات آليين ليست لديهم مشاعر وبالنهاية لو أنزل زوره مع سانجي راح يخليه ولو نفس الدجاجة كذا يولوه راح يخليه ولوه الدجاجة هذي منه طلعة جلص الدجاجة هذا نهاية بس 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 خلاص كفايا حسام كفايا حسام شوفي نايف أنا للحيادية على قولة شعيد للحيادية ولأنك تحاملت على نفسك مرة تحركت وقدرت تمدح شخصية أنت يعني ممتعظ منها أعطيك نقطة واحدة الله يسلمك تستاهب 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 بالنسبة للحسام كلام جميل ولكن انت طلعت من الدائرة وبدأت تهبد في سواليف أخرى الحكمة والثقة ولمني عارف إيش والسؤال كان يقول هل سانجي قادر على هزيمة زور واحد زايد واحد سايد ولكنك بررت يعني بأمور أخرى فلذلك ومن باب الحيادية أعطيك كمان نقطة تستاهب جميل 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 أراكم جميلة يا أخوان أنا كان ودي أسولف يعني بحكم أن الحكم معي دقيقة أقدر أسولف يعني بعد هذا ولكن ترجع لك المطرقة حسوسي وبالرأية الأخير عندك يقول لك رأي يا صاحبي هل باقي يستاهل لقب اليومكم؟ ني جدك تفضل لأنها مهرج عمرك شفت حياتك ينكو مهرج حقك مهرج مهرج شكلا لا تطرق لا تطرق بالشكل شكلا قوة شخصية شجاعة هيبة كتابة وجودا سببا حضورا كل شي مهرج فانزا يعني أنت بعد معهم كلكم مهرجين جماعة مهرجين لا أصرع عليك يا حكم تسويقا فجرز أتباع لا تتضرق خارج الموضوع قلتك هل يستاهل لقب اليومك فقط لا عطني رأيك هل يستاهل ولا لا قلتها طيب لا لأنه مهرج لا لأنه مهرج ما قلتك شو شك لو مهرج هل يستاهل لقب ولا لا هذا المقصر لا لأنه مهرج شكرا هذا السبب حقي سأسكت بس فضلا أنا يا حكم يعني أكون يعني إنسان صريح ولكن راح أقلل من حدة صراحتي احتراماً لمعاليكم هو أشوف ما يستحق لقب اليومك ولا يستحق أصلاً أن يكون في البحر هذا مفروض هناك في خيمة سرك سلامتكم بس اه كذا الله يعيال أقنعوني عدل يعيال أقنعوني عدل أقنع تكلم أنا قلت لك اللقب تقدر تتفلسف باللقب اللقب هل يستاهله ولا لا شخص دخل طاقم روجر ما حداري كيف شخص دخل البحر ما حداري كيف ما أنا حداري إنه دخل طاقم روجر رازم هو يقول ترى ايه شخص 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 أبحر ما حداري شخص أنقذ ناس في الإنبلداون بالغلط ما هو اللي ينقذهم وسموه المنقد هم اللي ينقذوه طفت الكاميرا كاميرا طفت ما علي شغل شغل كاميراتك أنا بكمل حط وجهي بس حط وجهي خلنا نختصر عشان ما عليك ما عليك خلا تشحل شوي بس هاي كيب جوين يلا يلا تفضل شخص راح البحر ما حداري شلون شخص حتى لقب اليونكو لما أخذه أخذه وهو يقول اسمحوا لي أقبل أحديتكم هاكرا هي نايف نعم 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 كان مهدد وليس على اللقب هو لو أنه رجال لو أنه قاحي كان قل له محرك وطلع بر الجزيرة كان قاذب بحوني خلاص ولا قعد في ذا مذلة هذا الرأي يا حكم أنا متأكد أننا بنرضم صفر يا نايف عادي أهم شيء يا راه أننا نتمسك فيها زي ناس عام شوف يا أخوان شوف يا أخوان راح أكون منصة الكل الكل يا راي باقي مهرج غبي صح كلابكم نعم نعم في حرب المارينفورد قاعد الحرب واسبي مود وفلان بيفوت قاعد يهرج فكلي بث السلام عليكم شكرا 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 ويضحكوا هذا يبين لك أنه ذكي بس نسوق غبي هو ذكي أنه قاعد يطلع شعبيتها ويكذب على الناس بس غبي أنه أنت قاعد تجيب العيد لنفسك نفس ما تجاب العيد لنفسها الآن نحط فواجهه وما كان بيها نحط قدامهم ولكن أنت قلت كلمة غلط شوية فيها البحرية تدري أنه كان في طاقة من وجر ويدرون أنه صديق شانكس هو مآخر الشعبية ذي كلها إلا بالغلط بحثوا عنا وراحوا بحثوا وما دروا راحوا بحثوا ومجرون لأن أشغلهم راح يكون من الـ ومن الأخير اي دي يا رجال اي دي دي دلخل ولا أخناعتني واحد يقول لي يا مهرج وما يستاهل والثاني يقول لي ما يحتاج يكون في البحر صفر وين الأقناع؟ ما قنعت لي أين الأقناع؟ والله حتى لو أني يحب قرعني أنه يستاهل دعني أمدح سانجي أنا أوريك مهرجك أنت استعملت عليه أنا استعملت عليك أعتذر لأني قلت أني ما راح أشخصاً بس في واحد زي حسحس هنا نايف عندي أو اللي عنده؟ طيب أول شيء حسام نايف تابعته فيولت فيولت إفرقاردن نحتاج روح ما تابعته أنت أحسام طيب أحبك أحراري أنا أطرح السؤال ولكن أنت بإمكانك يعني على أغلب أنك بتقول لي لأنه ممكن يكون عندك رأي آخر وأنا آسف صراحة على سوء التنسيق مفروض أني أسألكم قبل ما نبدأ التصوير ما في مشكلة عادة بهبد الرأي يقول هل أنيمي فايلوت إفرقاردن هو أفضل أنيمي قصير؟ نايف أوه أفضل 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 بشكل عام هذا موجد حياة وجدنا أنا قلت نايف حسام نايف هذا نايف طبعاً يعني نعم أنا بعدها أبيت أوك طب أنا أنا متابعت العمل وهقني الوهجي فأنا أعرف عن شيء ولكن يفترضن عندك ولكن فكرة العمل أني يقول لي هذا أفضل عمل قصير أنا آسف والله في أعمال كثيرة قصيرة وممتعة جداً أعطينا أمثلة أقرب مثال أقرب مثال وأنا الآن قاعدت أبعاً اللي هو مونستر من الأعمال القصيرة ولكن في متعة تدخلك من هنا وتصدعف مخك خاصة أنه غموض وتحري في عمل ثاني اللي هو دثمت وعندك عمل بعد ثالث اللي ستبكه ميدي في متعة مش طبيعية من الأعمال الأسطورية اللي هي قصيرة لا أرى أن يكون أفضل عمل قصير لأنني أصلاً ما سمعت أحد يقول أفضل عمل قصير أنا أقول ما علي من رأيك أنا الحكم يا ولدي يقلني الأدب الأدب عليك يب بس هذا رأيي الله يسعدك طبعاً أنا بقول بقول ناي ليش ناي ثم بتكلم عنها ما لا يستهله سوي زوم آوت شوية كده أولاً ناي لأنني فعلاً أنا أشوف في أعمال قصيرة هما يحيكون الأفضل في أعمال قصيرة زي ما قال لحب السلام أفضل مننا وعد كثير مرة يعني ديث نوت وأعمال يعني شدتنا بشكل كبير أول شي خليني 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 نعرف يش أفضل أنيمي قصير بالنسبة لك تصير تعريفها عندك وشي هل هي على أجزاء ولا على جزء واحد وبس مشكلة أنه فايلت 12 حلقة تقريباً وفيلم تنزل حالها 14 حلقة وفيلم وفي حلقات جانبية لا 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 نتكلم عن أوفا يمكن تكون أوفا أوفا بس مرتبطة الله طيب أعلموا أوكي إذا بتكلم عن أعمال قصيرة فيه أعمال قصيرة حلقة مرة أفضل ترقى بشكل أكثر وهي تعتبر الأفضل تبقى من ناحية كودكياس تبقى من ناحية ستانسغيت تبقى من ناحية إثنوت نواحي كثيرة وفيها أعمال قصيرة لها أجزاء برضو أحسن نعود إلى بس برجع إلى بايلت بايلت اللي يخليهم متميز كعمل حيصير لها حدث حياتها ستتغير ستأخذ مجرى ثاني كبير المجرى هذا سيجعلها تتعرف على نفسها وعلى العالم سيجعل الله لا تنقش عليها من كلامك والله صدق العمل درامي العمل فيه حزين ميليدرامي العمل فيه قتال فيه ناس ما يدرون بايلة دموي وفيه قتال فيه ناس طلب ما يدرون خلاص مو أساس القصة بس فيه شيء بسيط السايح العمل مايركز على الرومانسية الممكن العمل الأخير باقي العمل كلها مايركز على الرومانسية يركز على الدراما iverscess الغموضة مو غموب لا إستطيع أن أقول ين COMMOV نقوض الدرامامي مؤثر تشويق مغامرة أنا أعتبرها مغامرة وفي مغامرة رائعة والله الشي اللي يخلي فيولت ضارب وإلى يومك هذا ما لقيت شي على وقت فيولت وإلى يومك هذا ما لقيت شي زي الرسوم والتحريك إذا تابعت فيولت في جوالك لا بتوفم أكبر شاشة في بيتكم وأعلى جودة أصفى شاشة في بيتكم وأعلى جودة في صريقة كل حلقة حملها فوق الأشرة قيقة لا تقل عن الأشرة قيقة حتشوف شي ممتع بصريا بصريا ممتع لا يخوفي كلام جميل كفيت وفيت يعني الله يعطيك بعد الكلام هذا كلام مو الأفضل حسنا سأستخدم أوقف لتقول أنا تابعت أنيميات قصيرة يعني عدد جيد من الأنيميات مونستر عظيم ديث نوت ناروع ما يكون بالرغم من أن ديث نوت بالنسبة لي انتهى قبل ما ينتهي في حدث معين في ديث نوت أنا بالنسبة لي انتهى من بعده ولكن فايلوت الرحلة المشاعر كامل الأشياء الأشياء اللي اللي وصلتني من خلال الشخصية نفسها ومن خلال الشخصيات الثانية اللي داخل القصة يعني في حلقة من الحلقات ما راح أقول إشي بس في حلقة معينة اللي تابعوا فايلوت أنا جلسة أصيح أنا جلسة أصيح أتوقع متفقين عليها أتوقع أن يمتوق يس 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 أنا غلب متفق عليها لا لا ما في حرق والله إحسان بتتابع وتعرف بعدين إلا ما يصير شيء يبكك في بايلوت لازم لازم معلي إن شاء الله نشوفه ونجيكم بعدين ونعطي رايح حقيقي والله صديقة نازم شوفه حسام شوف أنا بس علشان أنا اللي ظلمتك بالسؤال وإنت ما تعرف شيء عنه بعطيك نقطة نقطة واحدة كافية حقك نصفت العمل أنا يود هذا كيف يفوز هذا حسام 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 والله المستعان يلا شيل شيل نقطتين يا ناي نصفت العمل نعم شيل شيل نقطتين والله انصف انصف يعني أنت رفضت أنه أفضل ولكنك أعطيته حقه أعطيته حق بيض الله وجه المطرقة تنتقل إليك والسؤال الأخير عندك يا نايف لاتس جو طيب يا والد السؤال الأخير بيض مقارنة بس إذا كنت بغيره بجب شيء من رأسي لا سؤالتكم جامدة صراحة مرة ببداية سؤال باقي لا باقي كان فيه تتقل تناقشه بس ما أدري ليش ما تناقشته صراحة يعني أنا بقول هل تشوف إن موت دوفي في نهاية العمل منطقي أو لا ني يي أوكي نروح مع ني بعدين يي أول حاجة حياة لوفي سايلنت ليه يا أخي يا أخي يا ساعت حياة لوفي اسكت السؤال السؤال اللي حسيت إنه عندي تبريرات كده ترضيني سكتني سكتك خليه احتفظ به لنفسك يلا عطينا يا ياي يا ياي هل تشوف إنه لوفي لو مات نهاية القصة منطقية بالنسبة لي نعم هو دايما يجهد نفسه بالغير الثالث يجهد نفسه كثير وقالوا إنه هذا السبب يمكنني يكتله ويموت وأنا بالنسبة لي أبا يموت على نهاية القصة لأني ما أبي أشوف وان بي ستو مع عيالة ما بي أبي نهاية عظيمة شخصية عظيمة تبقى عظيمة وكل الناس يوم يشوفون يقولون هذا كان ملك القراصن اللي حنا عرفه ما في حد بعد يجي لا تقول لي ملك القراصن جديد يمشي على نفس الخطا حق لا لا خطا واحدة شخص واحد كثر الله خير كم وفيته وفيته لأن هذا ملك القراصن اللي حنا نحبه لوفي كفه وفي أخوك يموت كيف حتكون طريقة موت أتمنى أن يموت بنهاية يعني شلون أقولها أبوه يموت على فراشة في نصة الإعدام زي روجر لا 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 ما أبقى إعدام بعد ما يكمل شايف وصل لأحلام حقق أحلام حقق أحلام أخويها أنقذ البشرية سوى كل شيء يعني يموت شايف كل البشرية تموت شيبان يا كابتن أنا أبقى أنا أبقى نهاية كده ما أبقى ما أبقى يموت مبالفي ضمن الفوز الرمة ضمن الفوز يا نايف ضمن الفوز صمتني صمتني يموت شايف يا شيخ يا شيخ لا مو شايف أني يموت على فراشة حتى أنا أتوقع ممكن ممكن نموت شيبان الله أعلم لا 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 يا رجل يا رجل أخي وش ما تضر يا أخي نتكلم عنه نحن نبني بالعكس عمرا نائع يموت أقصد يموت بدري يموت بدري يموت بدري نعم دعني يموت بدري لأن لوفي شيء معروف عنه أنه قل لك أنا مدامني قاعد أمشي برحلتي أنا راضي أموت بهذه الرحلة فأنا مستمتع معها لو مات أنا راضي لأنه راضي يعني أنت شوفنا منطقيني شوفنا منطقيني إيه نعم إيه نعم يموت في أي شيء ضيفة زيادة يا أستاذ لا أكثر الله خيرك بحكم أنه وجود ما عنده جواب مو ما عندي ما أكبر أنا أحبا عقب وظيفة على أستاذ حسام نعم أنا ما أنسى أبدا الحقن اللي خذاها من إيفانكوف رحل نقص عمره نص عمر لوفي أصلا قد نشطب ولا ننسى أن بعد ما أنقذ من السم ونص عمره طار أصلا تقريبا نص عمره ما بيأفتي في حرب المارينفورد كان يقول له إيفانكوف اللي قاعد تسوي خطر على حياتك كم الكلام الواضح وبظيف برضو على هذا اللي قال حسام برضو إن القير القيرت حقت لوفي واحد كان يجهده من ناحية يضخل الدم على القلب الثاني كان يجهده بالعضارات الأخير نقير الخامس كان نركز على القلب فإجهاده كله على القلب وكان أصلا بعد ما ينتهي من القوته من نقير الخامس يرجى كعنا شايب يرجى كعنا شايب فهذه الفاكهة لها عواقب كلنا ما نعرف كيف مات الجوي بوي السابق وأعتقد أن موت الجوي بوي السابق لها علاقة بالفاكهة نفسها فأنا أشوف أن موتت لوفي قريبة ومنطقية بعد فأنا أتفق مع حسام بس حسام ما عطاني جواب كامل مرضي يلا كذلك أنا شايب بعطيه نقطة وحدة لا تعطيه ولا شيء صفر ليش تعطيه نقطة ليش؟ حكم 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 شيف هشوهي تكلم لا تدري لو تمسك في موت هو شايب خبطتها بالصفر بس ما تمسك فيها سأعطينيك تواحدة بالله يا عيال بالله يا عيال حزام يفوز علينا كيف كيف يا حزام انت شالس تهبت من اليوم حفا يعني قتمني وجده يموت شايب يا حفا اقول لك ليش يحب باقي ما حظوظ زي باقي كيف هات ان ما يضحكني علام تصريك لذلك يا حسامي ابارك لك تاجي البطولة وانت صاحب الرأي الاكثر ترجعين فيها لقد اليوم في شي يسوي لي جائزة شي وبجيها بعدين ولا كيف لا الله في تاج بيطلع جنب اسمك كذا في الفيديو في دعاء في ظهر الضيب كانوا بدنا نحط عقوبات ومدليش بس أنا تمتش لا خلاص فزت بلقب الحلقة حسام فزت في حلقة ثاني حلقة مني حكم فزت فيها انتبكيب هذا الثمنين ها؟ والله نايف خايف اني خايف اني اقع في نفس المصيبة حقتك حلقاتك ما تفوز فيها انك ما تفوز حلقاتك نهيا نايف حلقاتك نهيا الفيديو الاول انطلست من ماجد وش عيب والحين انطلست من حسام والله المستعر والله جمع الله هنا العنكة وهنا الرأي المحايد والله قال نعتني يحسام ما ادري كيف فزت بس فزت فعلتها فزت بسببت نايف لان اول واحد اعطي ثلاثة وانت بعد اعطي نقطة 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 لموسط نايف ورا ما تسكت وليتك سكتت في احد من الجولاتي انا ما استخدمت التسكيت ابدا استخدمت فليب علي كبيلها ذكاء ورت اهلي بيها انت تبعت على ذكاء اني خليتك تقول اللي مفي اسكت طيب جميل الله اعطيكم العافية والله يحسام ونايف ما قصرتو انا نستونا وكيف السلسلة معاكم تحسوا يحتاج الى اضافات والله ما حسيت في اساحة والله ممتعة واشوف انه ما يحتاج الى اضافات صراحة بلا نكتفي بكذا نعم انا اشوف انها جاهزة كل ما اضفت عليه زيادر يمكن تصير كده فوق انا حسى كده بدأت تصير مستقرة لا لا تعطي رأيي ما في خواس تقهر يعني بس هي بسيطة كده اسكتك وفلب وفلب حلو يعني عطيك حلو لو تبي اضافة من عندي تدريو الشيء عشان يصير في تفاعل مع الناس رايين مننا الرايات الثلاث اراء الاخيرة من الجمعين يا سلام هذا اللي لست كنت بقوله في نهاية الفيديو نعم عشان يشاركون اذكر رايك هناخذ افضل ثلاث ارايات من ناحية او اراء ما عرف اجمعنا صح افضل ثلاث اراء في التعليقات من ناحية اللايكات يا سلام نبغى كذا يكون عندنا مرجع في التعليقات لاراء اعطيكم العافية اخوان نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم سلام عليكم اشتركوا في القناة